كل يدور على خبز بديل للعيش الأويض تعالوا في الفيديو ده نعرف مع بعض طريقة عمل خبز الحمص لمرضى سكر بس كده هنعرف كمان فوايد الحمص ايه ورق وقلم وكتبوا وراي اول حاجة هنعملها ان احنا هنجيب كوباية من الحمص المنقوع نسيبيهم ليلة كاملة عشان نتخلص من سكر الروفينوس اللي بيبقى موجود في البوكوليات هذا اللي بيسبب مشاكل في القولون بعد كده هنضيف ربع معلقة من الملح وعليهم ربع معلقة من البوكينج بودر وهتستخدمي كوباية لربع من المياه الدفية وهنضرب المكونات دي كلها في الخلاط وطبعا زي ما احنا عارفين ان الحمص من البوكوليات اللي بتبقى غنية بالالياف والفيتامينات والاملح المعدنية وبالتالي هي مهمة جدا لمريض السكري الخبز اللي مصنوع من الحمص بيبقى اقل ضرر من الخبز اللي محتوي على دقيق الابيض وده زي ما احنا شايفين كده كان شكل العجينة بعد ما دربتها في الخلاط بعد كده حبيت ان انا ادعم الخبز بتاعي اللي انا بستخدمه وبدأت ان انا اضيف حبة البركة عليه تقدر ان انت تضيف اي نوع من البزور اللي انت بتحب تتناوليها او تدي ناكها معينة للخبز اللي بتكلين وهنا انا ضفت حبة البركة بعد ما دربت العجينة في الخلاط وهتبدأ ان انت تقلب المكونات دي كلها لغاية ما تحصلها على الكلام اللي انت عايزها والخبز الحموز ده مش محتاجة غير ثلاث دقيق بس عشان تعمليه وتقدر ان انت تستخدميه على مدار اليوم يعني ممكن في وجبات الفطار او في العشاء او كمان في الوجبات البيناية بعد كده بدأت ان انا اجيب طاصة على النار والدفيها كويس وبعد كده هتبدأ ان انت تنزل بالخلطية ولازم تكون طاصة ديفال عشان ما يلزقش الخبز فيه وده كان شكل العيش في النهاية ضفت مع بيد المشروب والافوكادو والبنجر اكتبولي في التعليقات بتحبو تكلو مع ايه